أهلا اللي بنات كديري اللي بس عليكم كنت منا تكونوا بخير وبأحوال جيدة اليوم ان شاء الله غدا نبرتجي معكم هاد لي كرب مالحين كي يجو غزالين ولدات بزاف آآ صغطوف شهر رمضان يعني اكيد كل السيدات كيعرفوا صيبوا لي كرب وانا كياجبوني من الناس اللي كياجبوني لي كرب لي مالحين ما كياجبونيش يعني اللي كرب الحلوين ما كن بغيهمش هاد لي كيكونوا معمرين بالحشوة كيجو رائعين ولدات البنات كنتمنى انكم تجربوهم واللي جربتش وصفة آآ تخليها لي في تعليق آآ كيجو رائعين وجربوهم على حسابي ودا بغاد يندزو باش نشوفو المقادير وطريقة التحضير آآ خليكم معايا كيما كتشاهدو هاد هما المكونات عندي جوج البيضات وعندي نصف ايطره ديال الحليب عندي ميتين وخمسين قرام ديال الضغيق الابيض عندي مع القونص ديال الزبدة دايبة وعندي آآ بودرة توم والملحة ومع القادية السكر والفلفل الابيض هاد هما المكونات منستعملو لخميرة لحتى شي حاجة ما تديروش الخمارة ديال الخبز لانا ما نديرو فيهم الحشوة يعني ما تديرو فيهم حتى شي حاجة ودا بغاد ندوز باش نحضر هاد هاد لي كراب اختيت الاول حاجة كناخد يعني الطحانة ديال العاصر كنوضع فيها الرس فيها البيضات وانتوما الكمية لحسب عدد الاشخاص اللي عندكم او للحشوة اللي كانت عندكم كتيرة اكيد كتضوب للمقادير وضعت الحليب الملحة فلفل الابيض مارقة ديال سكر سانيدة والتوم اللي كيعطيها واحد نسمة اللي كتكون لديدها وزوينة وضعت الدقيق الابيض ميتين وخمسين جرام انا كنستعمل هاد المقادير يعني دائما مضبوطة عندي وكتعطيني كيمية اللي لا بأس بها يعني تبارك الله يعني كتوكل يعني كتوكل بسرد ديالاشخاص وهنا من بعد مقهد ديت يعني الخليط ديالي طحنته هذا نصبه في هذا الاناء وهذا نخليه واحد شوية يعني واحد دقائق مويم عشرات دقائق عشرين دقيقة مويم شي مشكيل بفي لخمير اللي حتى شي حاجة وغندوز دابل الحوشوى عندي زيت الزيتون ولفلفل مقطعه ألوان والبصلحته هي مقطعه مكعبات صغيرة وعندي هنا تقريبا تلتميات جرام ديال الكفتة نصبر المطحون فلفل أحمر بودرة الكوركم فلفل أبيض الملح وبودرة التوم هذو هما المكونات اللي غانستعمل للحوشوى وأكيد من بعد غدا نزيد لهم واحد المكون اللي كيزيدهم واحد اللدة اللي مهم فضل وصفة هادي باش يجيكم زوين واخديت المقلاة ووضعتها على النار وزتاليها زيت الزيتون والباصل اللي قطعته الرقيق يمكن لكم تديرو الدجاج يمكن لكم تديرو الطون دا كيشي كيبقى على حسب المتوفر والحسب الحاجة إلا بغيتون تومها يعني كيلي ما كيبغش كفتها كيلي كيكتفي غرب الخضر هاك كم حكوكا راحت هما كيجيو الداد وضعت الفلفل ألوان يمكن لكم تكتفي غرب اللون واحد مهم اللي كين عندكم دائما ما كان بروش نحط شي وصفات اللي يكونوا يعني تعجيزين كتقلبي تلاجة ديال كتلقيش حامل حاجة ناصة نحن كلنا كنا نقدروا تلقي حاجة وحاجة ما تلقيهاش ما فيك ما تخرجي وتلبسي وعلا تمشي تجي بيها مهم دائما الإنسان كيختم دكشي اللي متوفر عنده في المنزل تيالو كيما كتليكم يمكن لكم تكتفي غرب الخضر وباش جيكم لديدة نضيفوا الفرماج عواض الحم راكي يجيزوين هو اللي كيعطي هذيك اللدة الرائعة وهنا وضعت توابل وغادا نزد عليهم معلقة صغيرة دي الهريسة اللي احتها هي كتلدد هاد الوصفة هادي والزعتر اللي ما قلتوش لكم في المكونات يعني ما ما حطيتوش كان عتادر هاد الايامات كتب عندي الاعتدار وغادا نخلط هاد المقادير كلها مع بعضها يعني ما بعد ما تبهل ديك الخضراء وكل شي تشحر مع بعضه بعد باش غدا نزيد الكفتة والهريسة اللي بناترا هكا جيزوينة كتعطي واحد لدة وما كجي لحارة لحتي شي حاجة غير ما تكتروش وليدات ما يحسوش بالمعداق وهنا بديت كان ندير في الكفتة مع الخضر هكا فتتها حشوة اللي ساهلة ولي كخاب رهم يعني ما شي كي اخذو الوقت ولا يعني مكلكم في وقت قصير تحضروهم ما شي في حال المسمان وتبقى تسرح يعني كتكب بلو مغرفة في المقلاة وكتصايبي يعني حاجة ساهلة ومن الاحسن حضروهم تيكون يقرب الفطر كيب كونو لداد وكيبقوا سخانين يعني حضروهم وجدوهم يعني من قبل وحطوهم هكا فتلاجة ديالكم ومن يقرب بوقت الفطر سخنوا المقلاة وحطوهم فيها حتى يتحمروا يعني من جويه بجوج وكتقدموهم هكا كسخانين ما كيكون في المفرماج واذا كشي كيعطيهم واحد لدة والفرماج ما كيبغيش يكون بارد بسه يتحط سخون وهنا الخليد دياليرا نخليتو رتح شوية وضعت المقلاة على النار تسخن وغادا نزيد عليها المعاي لقاء ونزدي الزبدة باش الخليد العفوان اللي يكخب ديوليجي ورطبين كتر خلط الزبدة مع هاد الخليد ديال دقيق وصافي وكبيتو في المقلاة يعني المغرفة ما تكونش عمرة بزاف تكون متوسطة وراحدو الفقاعات اللي فيه بلي كيبان باللي راه لي كخب بزوينين وما تديرو مش غلاط بزاف لان ما زال هاد ينديرو فيم الحشوة ليروه مرقاق شوية وغادا نقلب لي كخب كيما كتلاحظو رهم كيبانو ناجحين كنوريكم السبع ديالي كنقوليكم راه كيت نفخو يعني راه كنشوف اللي العجين ديالي ناجح هنا كنوريكم ولا ديك يدورو حدايا ديك الساعة كنصيبو وما كيدورو وبقيت هاكا يعني كن نخوي بالمغرفة وكنوزع العجين عجينة خاصة تكون سائلة متكونش يعني خاطرة ولا شي حاجة ميجيكم للكخب ميجيكم شو زوينين يجيكم عجينة غليطة وجوم تقصين من الاحسن انكم تديرو الخليط يكون سائل الى جواتكم الوصفة اكيد بارتجوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب باش هكا يديرو اللي كخب يكونوا زوينين وناجحين وان الحجائي لما كانتش كان صايبة الطاعة ديالي وتكون ناجحة برا ما كانت قاسماش مع البنات وقاعد حويج اللي كنشوفهم انا باللي هما مدرن للصحة ويعني وما يصلاحوش اننا نشجعوا الناس هكا باش يوجدهم في المنازل يالهم راني ما كان طيبهم يعني الحاجة اللي كتكون فيها كيمية سكار كتيرة اولا شي حاجة هكا راني كان نحاول ما امكان انني نبعد على دوك الاشياء ما ناخدش فيهم انا الاتم يعني ربما كينش وحدين مخصمش ياكلوا او شي حاجة في السكار ولا شي حاجة ولكن مني كيشوف ديك الوصفة كي تجيب اللي راه هالديدة هادي نوض يجربها ولكن انا ما كنديرش في حال هاد شي وما كان ديرهم حتى في المنزل ديالي يعني الحويج اللي كيكونوا هكا سكرا بزاف ما كان تستعملهم مش في المنزل ديالي وكان صاحب البنات انه ما امكان انهم يبعدوا على الحويج اللي فيها سكار بزاف واللي يعني الحاجة يعني اللي احنا عارفينها باللي رغمها ما تصلحش ما نعودوش الوليدات ديالنا عليها لان الوليدات الام هي اللي هي الطبيبة ديال منزل كامل لان هي اللي كتدخل المطبخ هي اللي كتحضر الوصفات يعني اي حاجة طيباتها كيأكلوها وليداتها وكيأكلها تاكلها هي والزوج ديالها اكيد هي كتعرف شنو الطبخ والحاجة اللي مزيانة راها كتستعملها والحاجة اللي راها ما مزياناش ما كتستعملاش اكيد ايه واحنا كنا ويمكن نحاولون نبرتاجي معكم انا الحويجات اللي كان طيب هكا في المنزل ديالي في العادة فراني كان بارتاجيهم معكم والبنات وانا كيما كتلاحظو كناخد ليكخاب ديولي راها موجدو كنسرحهم وكنحط فيهم يعني هاد الفرماج هادا اللي راها كييجيزوين هاكا الوليدات وكنديرو عليه الحشوة من فوق ديالو هاداك الفرماج كيتلق عليه محد اللدة ولي كييعلك لكم ديك الحشوة ديالكم وكيجيو وما كيتحلوش لكم ليكخاب كييجيزوين هاد الفرماج هادا ومتأكدة انه هاد يعجبكم اكيد وكمقها كمسة مرة كنحط القطع ديال ديالفرماج وبنسب طريقة هاكاي لكن مثلا تجاج او الخضر يمكن لكم كيما كتليكم قبيلة تكتافيو غير بالخضر الناس اللي ما كيبغوش اللحوم او يعني ما كيبغوهاش ما ما كيتعجبوه مش او لا ما متوفراش كيياخطو غير قطع ديالفرماج وكيحكو ديك القرعال الفلفلاء مع الفلفلاء والطيبو اا ذاك الجازة المهم خلطو قاعد الخضر وبعد هاو يديرو لها العطرية بنفس الطريقة غير هما يحيدو ذاك الحم في عوض الحم يديرو تايشي حاجة وكيطيبو الحشو وكيحطوه بنفس الشي كيحطوه فقضيك الفرماج وكيديروه بنفس الطريقة وما غير مكيناش اللوحوم وصافي او لديرو الطون حتى هو كيجي زوين كيما كتلاحظو كنحاول نجمع من جناب طريقة اللي سهلة كيجو في حشكل ديال المسمنات وكيجو اخف من المسمن انا كيجيني بعدها كيفو في الماداق ديالهم كيجو رائعين حسن من المسمنا انا بالنسبة ليه كل واحده وضوق دياله بهاد الحشوه هادي بالضبط ما شي حشوه اخرى لانا ديه المعتماد عندي اللي كنستعمل انا في المنزل ديالي كندير هاد القطع ديال الفرماج باش يتلقوا يديك اللده اكتر والعجين ديالي يكون قاد وفي نفس الوقت كيعطوه ما كيتفتحش لكم العجين وده بغد ندوز باش نسخن المقلع وندهن بشوية ديال الزيت يعني غرب هاد الفرشة هادي كن شوية وصافيق شي قطارات وكنوضع هادلي كخب على النار اللي تكون مهيلة ما تكونش نار مجهده تكون دراجة الحرارة ماشي عالية باش ميتحرقوش ليكم احنا ندلوها مهيلة باش داك الفرماج يدخل مع الحشوه ويطلق داك المداق دياله او التعليكة دياله تيما كتلاحظو يعني الحشوه او اللي كخب رام كيبان العجينة دياله مكتبان تابتا وما تحلوه ما حتى شي حاجه امامكم ويمكن ليكم تدخلهم الفرن يعني اللي ما بغادش هاكا تبقى قدام المقلة وتصعيب وتقعد تدخل فران الى درجة حرارتكم توسطة ودخل لها هاد هادلي كخب لاحظو هناك ها يتحمرو يعني رام وجدو حتى المنايدر دياله مكي جيزوين وراقي ها كفف طاولة ديال الفطور او ديال الاكل او اله ممكن تديرو مهدو فاي وقت مشي بضرورة الشهر رمضان هادو تديرو محتصون دويتشات الوليداتكم للمدارس يعني فكرة هادي ما شغل يعني الشهر رمضان اكيد مني غادي نديروها الوليدات ديالكم غادي نبقوا يدورو احداكم كما داروا لي انا انا كنوجد فيهم وهم اكيد دورو ولي تحلتلكم شي حاجة اكيد راكم كتبتوها و 90% ما كيتحلوش هنا لاحظو لي كخبولي راهم وجدو صافيقات ديتم حتى كتم فهد طبعي سهل وغدا نقطع لكم باش تشوفوا اه داخل ديالهم اكيد انا دائما مني كن يعني كنسج بشي وصفة كنحلها امامكم باش تكون فكرة واصلة ويكون كل شي واضح كيتقطعوا بوحد سهولة لانه احتى ديك المعالقة الزبدة اللي كتزيدو في العجين مارقة ونص كتعطي واحد طراول اللي كخب بساف كتيرا لاحظو الحشوة كيفاش كتجي من داخل ولا ارواع صدقوني يا البنات كيجي والداد بساف نوضو حضرهم دابة الي عندكم غلح ليب وطحين ورجوش دلبيضات حضرهم كنتمنى انهم يعجبوك اشتركوا في القناة